موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم في الستوديو المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي دكتور خالد السوفياني أهلا وسهلا بك دكتور خالد في السيديو الميادين أنت في بيروت للمشاركة في اجتماع وحضور اجتماع الدورة الخامسة والخمسين للأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي يعني هيك أبرز ما حصل في الاجتماع أبرز الطروحات التي تم طرحها في اجتماعكم في البداية أسمحي لي سدياء بـ 30 ثانية من وقت البرنامج الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا أنا حبيت أبتدي بالأذان لأوجه رسالة إلى أولئك الذين يؤذيهم الأذان في قدس وفي عمو فلسطين وتؤديهم أجراص الكنائس وأريد أن أوذيهم بالأذان من عبر الميادين وفي نفس الوقت أتوجه إلى أولئك الصامدات والصامدين في القدس وفي الأقصى وفي كنيسة القيامة وفي عموم أرض فلسطين والذين توحدوا المسلمون والمسيحيون توحدوا في الأذان من فوق السطوح وهذا هو الذي يجسد فعلا قيمة فلسطين وقيمة القدس هي هذه الوحدة الدينية الحقيقية وليس محاولة الإجرام والإرهام التي يعتكبها الكيام الصيوني نعم وطبعا نحن نضم صوتنا لصوتك وهذا موقف لكل عربي على كل حال ولكل من يهتم بالقضايا الإنسانية والقضايا العربي وتحديدا على رأسها القضية الفلسطينية هذا شيء مهم جدا وهل تجدونه مفصلا في القضية الفلسطينية هذا الموضوع كيف يمكن قراءته أنه هل هو سائر الممنوعات التي درجة العدو الصيوني على هذا قرار في صميم العنصرية وفي صميم محاولات التهويد للقدس والعموم أرض فلسطين هذا القرار ليس بسيطا يعني ليس لأن الواحد إسلامي أو علماني أو مسيحي يعني يمكن أن يأخذ موقف من هذه القضية هذه قضية في عمق الهوية وفي عمق الطبيعة العنصرية لهذا الكيام ولذلك مواجهتها لن تكون بسيطة وأنا أقول هذا وسوف تساعد على اشتعال بشكل أكثر توهج الانتفاضة الثالثة على أرض فلسطين سيكون لها ما بعدها هذه القضية ولكن نحن كأمة عربية إسلامية مسيحية يجب أن ننتبه جيدا إلى هذا الأمر ويجب أن نكون سند حقيقي لهويتنا ولأبنائنا في عموم أرض فلسطين أما بالنسبة للمؤتمر القومي الذي شمعنا حوله مبارح يعني في الأمانة العامة في الدورة الخمسة وخمسين فكان اجتماع عادي بالأمانة العامة طبقا للوائح ونظم المؤتمر القومي العربي وكان موضوع لكن مواضعه لم تكن عادية فمن جهة كان هناك نقاش معمق حول الأوضاع العربية والدولية والإقليمية أيضا ومحاولة لتقريب وجهات نظر وللخروج بخلاصات مشتركة فيما يتعلق بكل التطورات وكان هناك أيضا نقاش حميمي ولكن صريح حول ضرورة إعادة تفعيل المؤتمر القومي العربي وصول هذا التفعيل ووسائل العودة إلى الدور الذي ولد من أجل هذا المؤتمر والذي لعبه بشكل كبير في محطة أساسية في تاريخ الأمة يعني المؤتمر القومي العربي ظل هو ذلك الصوت الصابح في لحظات حرجة عندما مثلا وقع احتلال العراق دعونا إلى مؤتمر عربي عام يدوم القوم العربي والقوم الإسلامي والحزاب العربية وشخصيات بارزة عن مستوى الأمة لكي نقول المقاومة ولا شيء غير المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي وكان موقف ربما خارج السرق بالنسبة لما كان يقال أنذاك لكن كان موقف أساسي عندما مثلا حاولوا يعني إلساق الإرهاب بحزب الله كان للمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي ظور أساسي في مواجهة هذا العمل الشنيع في حق إحدى أشهر المقاومات في التاريخ يعني عندما محطات أساسية كلها كان مؤتمر حاضر فيها وكان حاضرا أيضا في اتخاذ مبادرات سواء من طرف القومي وحده أو القومي الإسلامي وحده أو الحزاب العربية أو بشكل مجتمع في اتخاذ مبادرات بالنسبة لكفة القضايا التي طرحت فيما بعد ما سمي بها الربيع العربي خاصة في اليمن ومصر وها طبعا سنأتي على كل هذه الملفات سنتحدث عن المبادرات التي لها علاقة بمصر وباليمن وبليبيا وبسوريا حتى ولكن هيك سؤال دائما عندما يكون أحد ضيوف البرنامج من المؤتمر القومي نسأل هل هناك ما ينفع لإعادة التفعيل هل المنطقة وما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية وكل التحولات التي حلت بالمنطقة برأيك هل مازال ينفع معها مع حل قضاياها مؤتمر قومي عربي أم لابد من أن يكون هناك شيء بديل الجواب عليها بسؤال هل نستسلم على فكرة دائما بتجيبه بأسي لجماعة المؤتمر القومي العربي دائما الجواب بسؤال لأن الجواب هل معنى السؤال أنه علينا أن نستسلم لما هو جاري وأن نقول ليس في إمكاننا أن نفعل شيئا ونذهب إلى بيوتنا الجواب بسؤال كمان من عندي هذا إيه؟ هل نفعت هل هناك من حلول تمكن المؤتمر القومي العربي بما كان عليه أن يقوم بها؟ أنا قلت بعض الأشياء القليلة يعني المؤتمر القومي العربي هو مرجعية فكرية وشعبية عربية تحاول أن تخرج بخلاصات جوهرية بالنسبة لكل المحطات والقضايا المطروحة على الأمة ولعب هذا الدور يعني يجب أن لا تبتسمي هذه الابتسامة لا 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 أبتسمي نعم لعب هذا الدور في محطات أساسية قلت وجمع ما لا يجمع يعني اجتمعنا بالأمس مثلا لسنا متفقين ليس كل أعضاء الأمانة العامة متفقين حول طبيعة ما يجري لكن النقاش العميق أدى إلى أن نخرج بخلاصات مشتركة بين كافة الأطراف رغم اختلاف في بعض وجهات نظر وهذا وطبعا الأمر يتعلق بشخصيات لها تأثيرها في الوطن يعني حتى بالنسبة للعمل الشعبي في كافة الأقطار إذا تأملت سوى لفائدة فلسطين أو من أجل الديمقراطية إذا تأملت فستجدين أن أبرز العناصر المحركة لهذا العمل هي أعضاء في المؤتمر القوم العربي والمؤتمر القوم الإسلامي ومؤتمر الحزاب العربية يعني أعضاء بشخصهم وليس بخلفيتهم فقط هم كأشخاص يكونون فاعلين وطبعا يكونون فاعلين لأن هناك شيء يربط هذه الصلة من أجل الوصول إلى عمل مشترك إلى عمل أساسي طبعا نحن نعرف أننا لا نقوم بكل ما يجب أن نقوم به نحن نعرف أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نقوم بها لكن على من يتابع الموضوع أن يعرف أيضا أن هناك إكرهات كثيرة وأحيانا لا إكرهات وليس دغوطات المؤتمر القوم العربي يعني الوضع الآن مثلا والسراعات الموجودة في الساحات العربية هي إكرهات تحول دون قيمنا بكامل واجبنا في مختلف القضايا هناك إكرهات مادية مؤتمر القوم العربي ليحافظ على استقلاليته لا يمكن أن يأخذ أموال من أي جهة من جهات يعني هناك تبرعات لشخصيات ولمناظرين ولكن تبقى دائما دون مستوى ما نحتاج إليه للقيام بتحركاتنا الكاملة والقيام بكل ما نأمل أن نقوم به على مستوى الأمة هناك مجموعة من الإكرهات وبالتالي من جملة القضايا التي نقشت بالأمس كيف يمكن أن نتجاوز هذه الإكرهات مع الحفاظ على استقلالية المؤتمر وعلى مواقفه المتمسكة بالثوابت المنفتحة على كل الآغاء لكن دون الخروج عن الثوابت هل تجاوز المؤتمر القوم العربي بعض الخلافات تحدثت حضرتك أن هناك تباينات بين الأعضاء ولكن هناك تباينات وصلت إلى حد عدم القدرة على الخروز بقرار بشأن أحد القضايا وتحديدا سوريا هل تم تجاوز هذه المرحلة؟ هل هناك حلحلة مع كل هذه الحلحلات التي تظهر؟ بالنسبة لسوريا كان موقفنا دائما واضحا ومنسجما نحن دائما قلنا نحن مع الديمقراطية للشعب السوري ونحن مع حق الشعب السوري في حرية تعبير كذا لكن نحن أبدا وأبدا ضد أي تدخل أجنبي نحن أبدا وأبدا ضد الدمار الذي تتعرض له سوريا تحت أي مبرر كان لأنه الأمر يتعلق بسوريا ويتعلق بموقع أساسي من مواقع المقاومة ومن يعني بالعمود الفقري لمحور المقاومة إذا صح التعبير ولذلك كان موقفنا هكذا دائما وكنا مؤمنين بأن الحوار بين السوريين من شأنه أن يحل هذا المشكل ولذلك قمنا بمبادرة مهمة جدا في موضوع سوريا يعني في الأوائل المبادرة تجسدت في الهيئة الشعبية العربية من أجل المصالحة ومن أجل حقوق الشعب السوري هذه المبادرة تشكلت لجنة من كل أقطار العربية في ملتقى نضم ببيروت ملتقى من أجل الحوار ومن أجل مصالحة وضد تدخل الأجنبي في البداية وفعلا ذهبنا إلى سوريا والتقينا بالرئيس بشار لساعات ومعه الدكتورة بثينا والتقينا بالمعارضة في الداخل لساعات واستطعنا أن نخرج بأفكار محددة لحل الإشكال السوري السوري طبعا ستسألينني موقع داعش يعني أعرف هذا لكن أنا أتحدث عن الحل السوري السوري توصلنا وأرتكبنا خطأ واحد هو أننا أعلننا عن ذلك في قناة التليفزيونية فتخذ موقف سلبي منها تخذ موقف لإبطالها من طرف وزير خارجية قطر لأنه في اليوم موالي كان اجتماع وزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة تقرير البيعتة العربية إلى سوريا المراقبين العرب فجاء وزير خارجية الذي كان يترأس الاجتماع في القاهرة وزير خارجية القطري وقال نغير جدوى الأعمال لن نناقش التقرير سنناقش نقطة وحيدة هي إحالة الملف السوري على مجلس الأمن وطبعا إحالة الملف السوري على مجلس الأمن يعني أن المعارضة تعتبر كذا والنظام يعتبر كذا إلى خير فصار وجاء بعد ذلك بعد أشهر جاءت المبادرة الدولية لتطرح تقريبا نفس النقاط التي كنا توصلنا إليها لكن بمنظور آخر وبمحاولة إرغام هذا الطرف أو ذاك ولم نتمكن من إنجاز هذه الموقف إذن الموقف منذ البداية كان واضح من طرف القوم العربي وفي إطار توابته يعني ليس محاباتا لأحد أو اتخاذ من الطرف دون طرف القاضي أو عداوة لأحد على كل حال سنتابع ولكن بعد أن نطلع على عنوين الصحف إذن إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والزميل أحمد عبدالله إليك أحمد أهلا بكم من صحيفة الحياة السعودية نبدأ مشاهدين جولتنا على أبرز عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم وفيها نقرأ سقور ترامب تشدد مع إيران تعينات الرئيس المنتخب تبشر بمرونة مع روسيا وتحالف معها لضرب داعش واتصالات لطمأنة الأطلسي لحظة قاتمة في حلب وعز عن إغاثة شرق دمشق أوباما وقادة أوروبيون يشددون على وقف فوري للقصف زعماء عراقيون يناقشون سيناريو الأقاليم السبعة برزاني يتراجع عن رفضه سحب البشمرجة بعد تحرير الموصل صحيفة السفير اللبنانية كتبت في عنوينها لهذا اليوم السعودية في لبنان مجددا تحشيد للمواجهة أم التسوية مفد ملكي إلى بيروت يمهد لنزع الشمع الأحمر عن هبة التسليح لحظات قاتمة جدا في حلب الجيش السوري يندفع غربا باتجاه إدلب وأيضا في السفير ملامح أولية لعهد ترامب قبضة من حديد للصقور من السفير اللبنانية ننتقل إلى صحيفة الرأي الكويتية وفيها نقرأ الكويت وسعت فجأة صفقة مقاتلات الأف ثمانية عشر من ثلاثة مليارات دولار إلى عشرة مليارات في ظل الاستدانة ورفع الدعم عن سلع أساسية وتراجع أسعار النفط والتوجه لإقرار ضريبة الدخل والقيمة المضافة الصفقة كانت أربع وعشرين مقاتلة وأصبحت أربعين بزيادة قيمتها سبعة مليارات دولار إدارة أوباما فصلت الصفقة الكويتية عن القطرية حتى لا تتأثر بأي رفض من الكونغرس أما صحيفة الوسط البحرينية فعنونت تونس تبدأ مرحلة الحقيقة والإنصاف والمصالحة ترامب يعين ضمن فريقه شخصيات متشددة في قضايا الأمن والهجرة وفي الوسط أيضا الجيش السوري يصاعد حملته على أحياء حلب الشرقية نتابع جولتنا على أبرز عنوين الصحف ونصل إلى صحيفة القدس الفلسطينية التي عنونت إسرائيل تنتظر تسلم ترامب الرئاسة الأمريكية لبناء ثلاثين ألف وحدة استيطانية في القدس بينها خمسة عشر ألف وحدة استيطانية في مطار قلنديا وألاف الوحدات في المنطقة الصناعية شهيد من انصيرات وعشرات الإصابات في مواجهات ومسيرات ضد الجدار والاستيطان قادت أوروبا وأوباما يدعون إلى وقف فوري للهجمات على حلب ويؤكدون العمل سويا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ونختم من تونس وتحديدا مع صحيفة أشروق وجاء في عنوانها الرئيسي في جلسات الحقيقة والكرامة حضرت ضحايا وغابت الحقيقة مع صحيفة أشروق التونسية نص المشاهدين إلى ختام جولتنا على أبرز عنوين الصحف عودة الآن إلى متابعة برنامج شكرا للزميل أحمد عبدالله على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نبدأ من آخر عنوان لصحيفة أشروق في جلسات الكرامة والمصالحة حضرت ضحايا وغابت الحقيقة موضوع المسائلات وموضوع إعادة النظر بكل ما جرى سابقا كيف بشكل عام يعني ليس بالضرورة عن هذا الموضوع يحصل هذا بدأ في جنوب إفريقيا كان حوار معمق حول المصالحة والحقيقة والمصالحة وكانت هناك تجربة في المغرب وإن كانت الهدف يبقى دائما هو الكشف عن من يتركب الجرائم لكن لم يقع الكشف عنهم وقع الحديث عن التعويد إلى آخره يعني تجربة أخرى وهناك الآن تجربة في تونس أيضا لم يحضر الجنات دائما في العالم العربي التجارب تبقى منقوصة رامنا بعضهم حسب ما قيل أنا لم أطلع بعد على أسماء الأسماء التي ذكرت لأن الموضوع جديد لكن قيل في الأخبار بأن بعض هؤلاء لازالوا في السلطة بشكل أو بآخر وبالتالي لم يقع استقدامهم للاستماع إليهم ولإعطاء توضيحات وللدفاع عن نفسهم أيضا يعني لما نتحدث عن الحقيقة والمصلحة وعن الإنصاف يعني نتحدث عن حقوق كل مواطنين حتى الذين يتهمون بأنهم جلادين ويستطيعون أن يتبتوا العكس لهم ذلك لكن المهم أن تظهر الحقيقة وأن يقتنع الذين تعرضوا لهذه الكوارث من التعذيب ومن القتل ومن الاختطاف ومن التهجير إلى أخير أن يتعرفوا على من ارتكب الجرائم هذه في حقهم ولن نتحدث آنذاك عن المصالحة وعن العفو وعن كذا لكن يجب أن تعرف الحقيقة حتى لا تتكرر يجب أن يعرف أي مسؤول في أي بلد عربي أو عربي بأنه إذا ارتكب جريمة من هذا النوع سوف ياتي يوم يحسب فيه حتى يفكر مئة ألف مرة ولكن يحصل على العكس أنا أقول يجب ما يجب هو هذا لكن ما يحصل لما يبقى الجلادون غير معروف إما غير معروفين أو غير مشهر بهم إلى آخرين يعني الذين يريدون أن يصبحوا جلادين من جديد يعني لا يخافون شيئا يعني حتى إذا وقعت المحاسبة فهم يعرفون أنهم سيبقون بعيدا عن هذه المحاسبة والتالي دكتور خالد يعني هذا أيضا ينسحب على كل مقيل يعني من إصلاحات من لحظة وقوع الثورة وحصول الثورة حتى الآن يعني عندها الأسئلة تكون بمفعون رجعي هل توافق هذا الكلام؟ لا أنا لا أسحب هذا على كل ما جرى في تونس هذا يعتبر نصف خطوة نحو معرفة الحقيقة إلىها ولكن ليست الخطوة كاملة لكن هذا لا يعني أن تفسيره يؤدي إلى التشكيك في كل ما جرى إلى آخرين بالعكس لا هو ليست تشكيك هو بمعنى أنه أنه كل الأمال التي عقدت علىها على ما بعد الثورة يعني هيك بشكل أو بآخر أحبطت ليس كل الأمال يا ست حتى الآن يعني لم يتبين أغير ذلك أنا لا أريد أن أكون سلبيا بهذا الاتجاه أنا سلبيا أنت قلتها مش أنا لا لا وأعنيها تفضل لأن هناك إيجابيات لا هناك إيجابيات وهناك سلبيات وهناك سلبيات ربما أعمق من الإعلان عن أسماء الجلادين إلى آخرين لكن هناك أيضا إيجابيات يعني يجب أن لا تنكر على محدودية يجب أن لا تنكر نعم على كل حال سنتابع النقاش ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة أعود ورحب بضيفنا فيه الاستوديو المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي الدكتور خالد السوفياني أهلا وسهلا بك دكتور خالد سنتابع كما قلنا النقاش ولكن هكذا نتوسع أكثر نذهب إلى الحدث اليوم إذن إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير تركيا من الباب إلى تلعفر خطوط التماسي والصيدام الجديدة يحقق رجب الطيب أردغان مكاسب في الداخل والخارج المفارقة أنه في لحظة انتهاء بل انهيار المشروع التركي في المنطقة يأتي من يحييه إما تواطئا أو غفلة أو سذاجة أو سوء تقدير ما يجري في الموصل وشمال سوريا هو النموذج التطبيقي لما يسمى دراسة حالة لتقلبات المشروع التركي في المنطقة فشل المحاولة الانقلابية في تركيا أحدث انقلابا في المعادلات والتموضعات الولايات المتحدة المتورطة في الانقلاب العسكري اضطرت لتقديم تنازلات لأنقرة لاسترضائها وتخفيف التوتري في العلاقات الثنائية والترجمة كانت في الدخول إلى جرابلوس من جهة ثانية أثارت مساهمة روسيا وإيران على ما قيل في إفشال الانقلاب العسكري ارتياحا في أنقرة وحسنت العلاقات معهما وحينها أطلق الأتراك مواقف إيجابية من الوضع في سوريا ما أقنع الروس والإيرانيين لأن تقديم المزيد من الهدايا لأردغان قد يساهم في تغيير موقفه من النظام السوري فكان ما سمي غض النظر والبعض قال إنها تفاهمات سمحت لتركيا بالدخول إلى جرابلوس لم يكن الرهان على تغيير في الموقف التركي من النظام السوري السبب الوحيد لغض النظر الروسي الإيراني عن التدخل التركي كان هناك هدف آخر هو الرغبة في قطع الطريق أمام إقامة الكرد كيانا لهم على امتداد الحدود السورية مع تركيا ونظرا لأن الجيش السوري وحلفائه لا يملكون القدرة على المواجهة شمالا مع الكرد ومن خلفهم مع الأمريكيين كان تكليف الجيش التركي هو الحل نيويورك تايمز ترامب يبني فريقا لجرف الوضع القائم تؤشر تعينات الرئيس المنتخب دونالد ترامب اللافتة يوم الجمعة إلى أنه لا ينوي فقط الانقلاب على ثماني سنوات من السياسات المحلية الليبرالية بل يريد أيضا إلغاء عقود من الإجماع على الدور الصحيح للولايات المتحدة في العالم انتقل ترامب إلى تحقيق رؤية حملته وأرسل من خلال تعيين جيف سينجز مدعيا عاما ومايك بومبيو مديرا لسي اي اي ومايكل فلين مستشارا للأمن القومي إشارة واضحة إلى أن لن يتلديه لمد جسور مع الديمقراطيين أو الجمهوريين المعتدلين الأشخاص الذين اختارهم ترامب سيجلبون عبارة الإرهاب الإسلامي الراديكالي إلى صلب السياسة الخارجية الأمريكية على نحو يجري معه تمس الخطوط الفاصلة بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام ويتوقع مراقبون أن تجد الولايات المتحدة نفسها على خلاف مع حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط بعض المحللين قالوا أن تعينات الجمعة هدفها مكافأة هؤلاء على وفائهم وتكريس قاعدة ترامب الشعبية وعقدوا الأمال على أن تنحو الدفعة المقبلة من التعينات التي ستشمل وزري الخارجية والدفاع أكثر باتجاه الجمهوريين المعتدلين أمثال مترومني أو نيكي هالي من انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية ترامب ندخل إلى المنطق أولا كيف يمكن أن يكون لترامب تأثير على كل ملفات المنطقة التي دائما تتناولونها سواء في المؤتمر أو في المبادرات أو غير ذلك بداية من فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى ليبيا وسائر دول المنطقة بالنسبة لترامب انتخابه يؤكد أن العرب يجب أن لا يعوله على أحد لأنه في النهاية ليس في القناة في دي أسود أملس كما يقال ترامب كلينتون كذا التعويل على كلينتون أو على ترامب أو على غيريمة أو على ميتران أو هولوند يعني هذا التعويل في حد ذاته تعويل خاطئ يجب أن ننظر إلى أنفسنا الآن البوادر الأولى لترامب هي التعيينات تعيين ثلاث مسؤولين من أكبر المتشددين في أمريكا في إدارته وفي مواقع حساسها لأمن القومي ووزارة العدل إلى آخره هذا مؤشر سلبي حتى بالنسبة لخطاباته خلال حملة انتخابية وسننتظر تعيين بالنسبة لبقية المناصب حساسة مثل وزارة الخارجية إلى آخره إذا كان الخطاب ترامب هو ما قاله خلال حملة انتخابية فهذا سيعني شيئين أولا أخذ مهلة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمجموعة من النزاعات والصراعات يعني والاهتمام بالقضايا الداخلية أكثر من القضايا الدولية وهناك شيء تاني يعني ترامب عندما تحدث في حملة انتخابية عن سعودية مثلا قال يجب أن يدفع السعوديون تمنى حمايتنا لهم وهذا له ما له من دلالة يعني سوء بالنسبة لسعودية أو بالنسبة لغيرها من الأخطر العربية وهنا ضرورة التفكير في كيف نحل إشكالاتنا بأنفسنا وكيف نواجه مخططات الغير سواء كان ترامب أو كلينتون أو أوباما أو غيرهما طبعا ترامب في بداية حملة انتخابية وعد بنقل السفر الأمريكية في فلسطين إلى القدس وتحدث عن القدس كعاصمة أبدية للدولة اليهودية نعم والآن يتحدث عن في أول مقابلة له كرئيس منتخب تحدث عن أنه سيعمل على حل القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وهي أمور لا تنسجم مع بعضها على كل حال أنا لا أدافع لا عن ترامب ولا عن غيره ولكن من المتعرف عليه يعني أنه خلال الحملات الانتخابية يقال الأشياء الكثيرة وتغضق الوعود الكثيرة يعني حتى هناك بعض التغريدات له سحبها بعد أنفذها بالانتخابات صحيح صحيح أنه ولذلك قلتنا إذا نفذ ما قيل في الكلام خلال الحملة الانتخابية لكن يجب يجب أن ننظر إلى الأمور بشكل سيقع تغير كبير بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية وحسب تقديرات حتى تأثير اللوبي الصهيوني الإيباك وغيره داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني تلقى صفعة بانتخاب ترامب لأنه عمل كل مجهوده من أجل أن تنتخب هيلاري كلينتون لكن هل هذا سيجعل ترامب يراجع حسابات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق وضعية إلسطين هذا شيء آخر يعني أن صهينا لن يقف مكتوف الأيدي يعني في أي حال من الأحوال فبالنسبة للقضايا الأخرى أنا أعتقد أن مرحلة من تراجع الولايات المتحدة في التدخل في قضايا خارجية ستبدأ ولو لمدة وجزة في انتظار أن يرتب البيت الداخلي داخل الولايات المتحدة لأن هناك إشكالات حقيقية خلقها انتخاب ترامب وعليه أن يعمل على حلها قبل أن يتفرغ لقضايا خارجية وهو حسب خطابته كذا هو ليس مع إرسال جيوش أمريكية إلى مناطق خارج أمريكا ووعد بهذا خلال حملة الانتخابية وهذا سوف يعني أن روسيا سيكون لها دور أكبر طبعا هذا ما أريد أن أسألك عنه هذا انحسار إذا انحسار التدخل قليلا سيكون بالتفاهم أم لصالح روسيا من دون تفاهم على بعض الملفات أنا أعتقد أنه سيكون بالتفاهم بالتفاهم ولذلك هو وعد بأن يزور روسيا يعني بعد توليه المنصب عمليا بوقت قصير أنا أعتقد أنه سيكون بالتفاهم والروس سوف يقدمون من جهتهم بعض الأشياء التي تبرر بعض التنازلات التي تبرر موقف تجاه رأي العام الأمريكي مثل ماذا قد عم ماذا قد يتنازل الروس يعني قد يكون أقل تشددا في اتفاع عن بعض المواقف التي اتخذوها حتى في قضية سوريا يعني أعتقد أنهم سيتجهون أكثر إلى الضغط من أجل حل سياسي داخل سوريا حل سياسي يضمن مشاركة الجميع بدون استثناء في كافة أطوار هذا الحل إلى آخرين ولكن ليس بيد روسيا الضغط لأنه دائما كان هناك الأطراف المقابلة أو الراعية للطرف المقابل الدول الراعية للطرف المقابل هي التي كانت تعرقل إذا قبل ترامب الاتفاق فسوف تكون لسوريا اليد الطولة في هذا الموضوع يعني دعيني من الدول الرائية لروسيا لروسيا نعم دعيني من الدول الرائية وننظر إليها في حجمها الحقيقي ولكن الدول الرائية طبعا لابد أن ننظر ولكن أيضا لها أحجامها أيضا الدول الرائية لا تحدث عن دول كبيرة في العالم في الخليج يعني هذه الدول أحجامها الصغيرة جدا في منتظم دولي حتى بعد أن فتحت وعلاقاتها مع إسرائيل هذا حصل في عهد أوباما أنا في هذا الموضوع يعني أبو مازن الأخ أبو مازن ارتكب خطأ فضيع بدهابه إلى جنازة شيمون باريز مشهر نعم وبالتصريحات التي قدمها في هذه الزيارة يعني الغزل في شيمون باريز لما استقبل من طرف أو استقبل كيري بعد ذلك ما دفع على كيري أراد أن يسلم عليه أو مازن فسحب كيري يده ولم يسلم عليه هذا النموذج يعطيك أن الأمر يعني كلما وقع التنازل يقع الإخضاع لتنازل أكبر يعني إذا كان الآن بعض الدول الخليجية ذهبت في اتجاه التطبيع وليس وحدها سنعود إلى هذا الموضوع لا طبعا أكيد ليس وحدها ولكن إذا كانت ذهبت إلى التطبيع فصهاينة والأمريكيين لن يقبلوا بهذا الحجم من التطبيع سيضغطون لكي يصبح التطبيع اعتراف لكي يصبح تطبيع قضاء على القضية الفلسطينية وتصفية لها إلى آخره ورغم ذلك لن ينالوا ولكن هل كانت مسرورة أمريكا بهذا التطبيع الذي حصل يعني كان إلى حد ما ضدها يعني كورقة تلوح بوجهها يعني شو ورقة تلوح بوجهها يعني بالعكس أوباما كان سعيد بهذا التطبيع وكان يضغط بالنسبة للآخرين بأن يزيم التطبيع بشكل أكبر يعني الأمر ليس أمر بسيط طالما نتحدث عن التطبيع هناك موجات من التطبيع كثيرة تجلت مؤخرا في المغرب حضرتك من المغرب برأيك يعني هيك بشكل عام يعني موضوع التطبيع ومناهضة التطبيع تحديدا يعني إلى أين تتجه في الدول العربية يعني أنا سعيد ببعض المبادرات التي تمت في دول الخليج الشعبية ضد مبادرة التطبيع نعم في المغرب الأمر ليس جديدا يعني معركة المغاربة ضد مشروع الصهيوني بسبة عامة وضد التطبيع بشكل خاص معركة طويلة وحققت مكتسبات ومكتسبات كثيرة جدا ولها دلالات يعني آخر مرة مثلا رفع العالم الصهيوني في مراكش بسبب عقاد المؤتمر العالمي للمناخ وحضر وفد صهيوني للمشاركة وأعطي التبريرات بأن المؤتمر ومؤتمر أمني هيئة المتحدة التي تشرب عليه التي تدعو والتي ترفع الأعلام ووقع تحرك واسع في مختلف أنحاء المغرب وأحرقت الأعلام الصهيونية باعتبار أن المآل لهذه الأعلام هو الإحراق وليس أن تخفق في سماء مراكش ووقعت المطالبة بإنزال العالم الصهيوني والضغط من أجل ترضي الصهينة لكن هذا ليس أول مرة يعني آخر مرة آخر شيء مثلا قبل أن يذهب شيمونت بيريز غير مأسوف عليه بحوالي شهرين كان هناك مؤتمر تنظمه مؤسسة كلينتون مؤسسة كلينتون ووقع السدعاء شيمونت بيريز إلى مراكش لحضور هذا المؤتمر ووقعت حرك شعبي كبير وقدمنا شكوى ضده ومطالبة الأمر باعتقاله إن حل المغرب وألغيت زيارة بيريز إلى المغرب والمبادرات نحن نعتبر بكل بساطة في المغرب وعلى مستوى مجموعة من الأقطار العربية بأن التطبيق حيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية هل هناك أمل بالنسبة لقانون التطبيع الذي أقره كقانون لكن التطبيق لا لم يقرر لحد الآن هذا هو الإشكال حتى الآن لم يقرر هذا القانون فعليات قانونية في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وفي المرصد المغربي لمناظ التطبيع أعد مقترح قانون بتجريم التطبيع وقدمه للبرلمان أربع فرق برلمانية تضم أكثر من 75% من البرلمانيين لكن لحد الآن لم يطرح للنقاش داخل البرلمان لأنه سيعتبر ننافذا نتيجة يعني قامت القيامة صح وجاءت رسائل وبيانات من الأيباك من أوروبا من غيرها لكن رغم ذلك الفرق البرلمانية المعنية لا زالت متمسكة به ولا زالت تعمل ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لا زالت تعمل والمرصد المغربي لمناظ التطبيع كل الجميع والجمعيات المدنية والحقوقية ومجموعة من الأحزام لا زالت تناظر من أجل أن يصلح هذا القانون قانون الناجس بما تبقى لدينا من وقت قليل سأحاول طرح أسئلة سريعة تحديدا عن المغرب أيضا من ضمن مخططات التقسيم لكل الدول العربية المشرق العربي والمال الغربية عدى الحديث تحديدا عن المغرب وتقسيمه إلى خمس دويلات كيف قرأتم هذا الحال؟ وهذا مدى جدية هذا الكلام لا هو جدي جدا المخطط لا يشمل المغرب فقط يشمل عديد من أقدار العربية من أجل تقسيمه وبدأ المخطط في التنفيذ وفي المغرب يعمل الصهاينة وتعمل المخطط الأمريكية بشكل جاد من أجل محاولة الوصول إلى تقسيم المغرب إلى دويلات ونجد مثلا أن هناك من يرفع علم اسمه علم الريف ونشيد وطني اسمه نشيد وطني لجمهورية الريف والأمر وفي سوس وفي الأطلس إلى آخره فالعمل عمل جدي لكن لكن شيء الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن الشعب المغربي واعي جدا بمخاطر ما يدبر ضده وأن من يقومون بهذه الشطحات ليسوا إلا عملاء للمخابرات الصهيونية الأمريكية أما الأمازيغ في المغرب والعرب نحن لم نعرف أبدا إذا كنا أمازيغ أم عرب في المغرب ولكن هذا لا يمنع من المخابرات كما تستغل الموضوع الطائفي أو المذهبي أو الإتني والعرقي لا في كل الدول العربية أن يكون هناك حيث لا تنوع طائفي أو مذهبي أكيد لكن لن ينجح نعم أيضا تحدثنا عن موضوع الأمازيغ موضوع أيضا له علاقة بالحكومة المغربية يعني ما هو أفق الحل وتشكيل هذه الحكومة وتذليل كل العقبات حكومة تعيش نفس ما تعيشونه في لبنان بالنسبة لتشكيل الحكومة ولكن الحكومة ستشكل لأنه دستوريا ليس هناك حل إلا تشكيل الحكومة أو إعادة الانتخابات وليس هناك من يرغب في إعادة الانتخابات ولذلك ستشك وليس تكليف رئيس حكومة آخر لا لا الدستور لم ينص على هذا ربما حل على فكرة لا في لبنان يعاد تكليف يسمى قد تعاد الاستشارات هذا شيء تاني في المغرب هذا الأمر غير منصوص عليه في الدستور وبالتالي يبقى فقط هذا الاحتمال إلا إذا وقعت عديد الدستور وهذا شيء مستبعد بأن يقع بسرعة مثلاً يعني أن تضاف فقرة بأنه إذا عجز المكلف هذا يمكن للملك أن يعين رئيس آخر الحكومة إما من الأغلبية أو من كده يعني حسب لكن هذا مستبعد أن يتم خلال هذه المرحلة الوجيزة ومرحلة حساسة وضقيقة حساسة جداً نعم على كل حال نتابع النقاش ولكن بعد أن نطلع ماذا جاء في الميادين نات إذن إلى الميادين نات والتفاصيل الميادين نات درغام هلسة الاستثمار في الإرهاب إرهاب ومكافحة الإرهاب بالإرهاب إرهاب الإرهاب باسم الدين والإيمان فكرة أيديولوجية سهلة الهضم وتأثيراتها مباشرة ومتدحجة لذلك نرى أن الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية أول من استخدم الروح المعنوية الدينية وخاصة في شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا وتزييف تفسير النص واختراع عقائد تجد لها مكاناً في الروح البشرية وتنقلها من معالجة مشكلات الواقع للبحث عن الخلاص الفردي في عالم افتراضي واستثمرت في هذه الفكرة أولاً لتفكيك الدولة العثمانية في بداية القرن الثامن عشر ونهاية القرن التاسع عشر بالحركة الوهبية لإثارة الفوضى في ولاية الدولة العثمانية في المشرق العربي من أجل إسقاطها وترافق ذلك مع الاستثمار في الحركة الماسونية وشعرتها الخلابة والجاذبة فجرى توظيف بعض رجال الدين المتنورين لقيادة تلك المرحلة لقوة تأثيرهم في العامة أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وحتى عبد الرحمن الكواكبي ولأن الفكرة بجوهرها إقصائية جرى تزييف وعي جماهيرها لذلك لم يعد من ضابط لتلك الفكرة ولا يمكن تقييد انفلاتها بهذه الطريقة الهمجية ولن يسلم أي كان من شرورها حتى بعض أتبعها ولم تعد بحاجة إلى تنظيم فكل ما تحتاجه وجود إنسان مأزوم عيشياً وحياتياً ونفسياً ولم أجد غرابة في مخاطبة الرئيس فلاديمير بوتين قادة الدول الإمبريالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال هل تدركون خطورة الخطيئة التي ارتكبتموها في حق الإنسانية معاقباً على دعمهم المحدود للقوى الإرهابية التكفيرية؟ يعني هيك جواب سريع عن موضوع الإرهاب أيضاً برأيك هل بات ممكن أن يكون هناك مقاومة للإرهاب؟ يعني بعكس ما يقول الكاتب يعتبر الكاتب بأن هذه الأفكار الدينية التي تناقش بشكل ديني لا يمكن مقاومتها كل شيء سيء يمكن مقاومته لكن يجب أن تتوفر الإرادة الحقيقية للمقاومة هناك من يتحدث عن مقاومة الإرهاب لكنه هو الذي يرتكب الإرهاب وهو الذي يفرق الإرهاب هذا شيء يعني لو كان لدينا وقت لا تحدثنا فيه سواء بالنسبة للمخططات الأمريكية والغربية وسعودية وغيرها يعني لو كان معك من الأسف ليس لدينا لكن مقاومة الإرهاب ممكنة ويجب أن تكون مقاومة من جهة أمنية لكن أيضا تكون مقاومة فكرية وثقافية إلى آخر وهذه أشياء ممكنة جدا ويجب التوجه إليها نعم نعود لنختم من المغرب أيضا يعني وسط كل ما يجري في المغرب من حراك داخلي أو قضايا خارجية تاريخ جديد بين المغرب وأفريقيا يتوج لاحقا وليس الآن بزيارة ملكية إلى أتيوبيا لماذا أفريقيا من جديد؟ هذا قرار استراتيجي اتخذه المغرب لأنه لست أدري إذا كان خطأ من قبل أم لا انسحاب المغرب من المنظومة الإفريقية الذي ترك فراغا كبيرا بالنسبة للدولة المغربية على مستوى إفريقيا وهو أيضا قرار استراتيجي لأنه وقع الانتباه إلى أن إفريقيا مجال واسع لاتفاق وليبرام السفقات ولتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية والمغرب له هذه الإمكانية حتى أن هناك من لم يعجبه الأمر في الغرب مثلا كيف يتجرأ المغرب أن يدخل إلى ممالكنا الإفريقية لكن كان هناك إسرار من طرف الملك ومن طرف المغربة من أجل العودة من جهة إلى إفريقيا وإلى المنتظم الإفريقي ومن جهة ثانية تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والجتماعية على أساس ما يقال في المغرب على أساس رابح رابح وليس رابح خاسر أيضا برأيك هذا القرار القرار الاستراتيجي الذي تخذ أولا ما سبب العودة عنه وما سبب الرجعة إليه فهمنا لماذا ولكن سبب الرجوع عنه سابقا كان تخذ القرار عندما قبلت المنظمة الإفريقية عضوية ما يسمى من جمهورية السحراوية يعني بوليزاريو فأعلن المغرب انسحاب وكان هذا في إطار صراع إقليمي نتمنى أنا قرأت بالأمس خبر عن رسالة رئيس بوتفليقة إلى ملك المغرب في يعني بمناسبة عيد الاستقلال الذي هو أمس 18 نوفمبر وكانت رسالة رقيقة أتمنى عبرت عن رغم أن هذه الأحاسيس والتعابير كثيرا ما لم تنفذ لكن عبرت عن ضرورة إعادة العلاقات وتطويرها إلى خير وأتمنى أن يقع تجاوز الإشكالات المطروحة مع الجزائر ولتبقى قضية صحراء جانبا في انتظار أن تجد لها حلا مرضيا لكافة الأطراف لكن لا معنى أن يبقى مثلا تبقى الحدود المغربية الجزائرية مغلقة مثلا يعني عائلة تدخل عبر السرديب حتى تحذر حفل عائلتها في الجهة الأخرى أو تشتري قميصا من الجهة الأخرى إلى آخر لا يمكن هي نفس العائلات نفس الشعب المغربي والجزائري ولذلك يجب تجاوز كل العقابات من أجل تطوير العلاقات ومن أجل بناء المغرب العربي الكبير ولتبقى قضية صحة قائمة إلى أن تجد الحل المناسب يعني هذا شيء يكون بين الدول العلاقات العلاقات البينية على كل حال نتمنى كل الخير لدول المغرب العربي شكرا جزيلا على حضورك المنسق العام للمؤتمر القوم الإسلامي الدكتور خالد السوفياني شكرا جزيلا لضياء ولي قناة الميادين شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بك وشكرا لكل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة